تعرفين في خلال الست سنين لمجلس الإدارة الحالي هو الحالي لأنه تقريبا حصلت اختلافات كتير بسيطة بين المجلسين لكن هذا المجلس برأس الكابتن الخطيب أنا ليه أقول لكم أنه اشتغل في ظروف أصعب كتير جدا من اللي اشتغل فيها سابقوه كلكم تابعتوا التحديات الصعبة والمشاكل الكتير اللي حصلت كلكم تابعتوا مدى ما تعرض له الكابتن الخطيب شخصيا من أزا وكلكم شفتوا قد ايه تحمل وقد ايه تمتع بأعلى درجات ضبط النفس وتعملوا مع الأزا وتقاليد النادي وصورة النادي وهيبت رئيسه أسهل شي كان الاستدراج والرد وا 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 لكن يحيى فعلا على المستوى الإنساني والأخلاقي والقيمي أنه يلتزم بأعلى درجات المسئولية وضبط النفس ويعرف أنه في النهاية في قطر حاكم وفي قنوات شرعية أخذ جزء من حقه بالقانون جزء بسيط لكن ما تعرض له حافظ على النادي الأهلي حافظ على هيبة النادي الأهلي حافظ على حقوق النادي الأهلي وثقافة النادي الأهلي وثقافة تقاليد النادي كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة أنه خلال ست سنين حصد هذا المجلس برئاسة الكابتن محمود الخطيب ما لم يحدث في التاريخ تعرفين كم بطولة للأهلي في الست سنين؟ بالدور الأخير ده خمسين بطولة مختلفة في مختلف الألعاب خمسين بطولة بالزبط في ست سنين حصد قياسي جدا إذا كنا أعلينا قيمة الناحية الأخلاقية والسلوكية والحفاظ على هيبة وصورة وقيمة النادي الأهلي في حاجة برئيسه وأخلاقه وصورته اللي الناس كلها بتتكلم عنها فلا على المستوى الرياضي النادي الأهلي حقق 15 بطولة في كرة القدم 13 بطولة في كرة الطائرة 12 بطولة في كرة السلة 10 بطولات في كرة اليد لعل الإنجاز في كرة السلة إنجاز تاريخي وكلنا عارفين أنه السلة الأهلي كان بعيد فيها عن المنافسة أنت النهاردة في موسم واحد بتوصل كاس العالم للأندية في كرة القدم كاس العالم للأندية في كرة السلة كاس العالم للأندية في كرة اليد والطائرة كان لك سوالات وجوالات فيه اللي حصل على المستوى الرياضي غير مسبوخ تاريخيا لا في النادي ولا في تاريخ اي نادي في مصر طوعا والشرق الوسط اللي حصل على المستوى الانشاء كلكم تابعينه اللي حصل على طفرات النمو في اقتصادات اقتصاديات النادي وميزانيته اعتقدوا الكل شايفها وصلت الارقام لفين بسبب حسن وحكمة وخبرة الادارة ما فيش حاجة بتتحقق ابدا بدون ادارة سليمة بدون ضوابط حقيقية بدون عمل شفاف بجد كانت للنتيجة المردودة على كل هذه الاصعادة الرياضي والانشائي والاقتصادي والرياضي في كل الالعادة ده الاقتصادي ده الوحد وحدودة اه طفر جمد جدا يعني صحيح مع تطوير يعني حتى هذا المجلس اقدم على ما لم يفعله سابقه ان انت تبدأ تدخل في مجال النقلة الكبيرة للنادي الالي عبر شركات مساهمة ما كان لها ان تتحقق الا لان انت حطيت دستور للنادي ولايحة النظام الاساسي للنادي اللي نظمت هذه العلاقة وضمنت حقوق النادي من خلال لايحة النظام يعفز على سيطرة النادي على هذه الشركات يعني خدوا بالكم تاريخيا انجاز هذا المجلس في الدورة اللي فاتت مشروع لايحة النظام دي مسألة لو تعلمونها عظيمة يعني طبعا ليه لا انك انت النهاردة مع تعدد المقرات ومع اتساعها الحاكم في العلاقة كلها الليحة اندية كتيرة مش عارفة تحط لايحة واندية كتيرة حطت لايحة لمحكمة رجعتها وحتتغير لكن ان انت تحط لايحة منضبطة وتعملها بعد حوار مجتمعي بين اعضاء النادي بكل فئاته لا ده انجاز حقيقي بطولة لوحدها فانت النهاردة بعد 6 سنين تحقق 50 بطولة متنوعة وتوصل لكاس العالم في كل هذه الالعاب الجماعية انجاز كبير جدا